الأمر يبدو أشبه ما يكون بصناعة فيلم هوليودي يتوفر له مخرج جيد وممثلون مميزون ولكن ينقصه الحبكة الروائية المقنعة وإن مندوب الحكومة السورية يعتبر أن كل ما يجري في سوريا لا يتجاوز كونه فيلماً هوليوودياً وهو إن كان كذلك فلعله فيلم لا يمكن أن يطمح إلى المنافسة على الأسكار في نهاية هذا الأسبوع وخير تشبيه لهذا الوضع العبثي هو بيت الشعر الذي يقول ألقاه في اليم مكتوف اليد ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء سيد الرئيس بقي لي أن أقول إنني أقدر البواهب الأدبية التي يتمتع بها زميلنا المندوب السوري وإن كان قد أخطأ في نص البيت الشعري الذي أورده أن المملكة العربية السعودية في حالة تأهب بسبب انضمام أعداد غفيرة من شبابها للجهاد في سوريا الجهاد من قوسين الجهاد الزعران فيما يتعلق بعبارات الزعرن والدناء وقلة الأدب فإنني أسلم له بالتفوق المطلق في ذلك ولن أنحدر إلى محاولة مجاراته في مثل هذه العبارات أمن التأدب أن أقول لقاتلي عذرا إذا جرحت يديك دمائي لا أظن أن هناك غضاضة إن صححت له خطأ في بيت الشعر فهذا لا ينتقص من قدراته ومكانته أما استوانة الإرهاب التي عاد ليرددها فلقد أصبحت قصة مملة لا تستحق الرد أو التعليق